استقرت أسعار النفط بعدما هبطت بنحو 2% بفعل مخاوفة بشأن احتدام الخلافة التجاري بين الولايات المتحدة والصين والوضع القائم في سوريا بعد تقارير البنتاجون والهجمات الأخيرة وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 دولار و 31 سنة للبرميل بارتفاع 25 سنة وبلغت العقود الأجلة لخام برينت 67 دولار و 42 سنة للبرميل بارتفاع 31 سنة